ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله حيث تقدم دفاع المتهم بوثيقة التنازل أمام المحكمة وأوقفت الشرطة القضائية بمراكش الشاب المذكور في أتامين من أكتوبر الجاري للاشتباه بمشاركته في تسجيل مقطع الفيديو ونشره دون موافقة صاحبه وذلك بغرض الإساءة إليه وتشهير به وجرائها مضحية بتسليمه مساعدة مالية قدرها 1400 درهم وتصويره مع نشر الفيديو على مواقع التواصل دون موافقته نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية